واحد تشعر ان يصور كده في فرن يوووه يا دنيلا كمان عايزين نعرف كيف نحدد سعر أبليكيشن أو موقع احنا هنعمله سواء بقى موبايل أبليكيشن أو ويب سايت أو ديسكتوب أبليكيشن أو غيره كيف نحدد سعر حاجة زي دي فخلونا نبدأ في الأكشن على طول واهلا بيكون فيديو بديو حلقة جديدة من يوميات تطور مواقع انت دلوقتي زي اللي بيحصل معي ومع كل الناس خصوصا لو انت فريلانسر ازاي بقى هتحدد سعر الموقع اللي هيتطلب منك ده دلوقتي جالك عميل هنفطر سيناريو كده وهو اللي حيساعدنا ان احنا بنحدد كل حاجة جالي عميل مثلا حيقول لي ما عايز اعمل ويب سايت مثلا حاجة زي عقار ماب شوية حاجة للتسوق العقاري مثلا فكرة انك بتعمل شقق للبيع شقق للإيجار والكلام ده كله والتسعير وممكن بتزود اقتراحات هو بقى مش هيقول لك تفاصيل فدي اول نقطة يبقى انت لازم تسأله ولازم تفهم منه شوية تفاصيل عن المشروع هل محتاج نظام اقتراحات زي الاي اي مثلا او نظام اقتراحات بالاي اي اي هل انت محتاج ويكون متبايز بحاجة هل هتعمل شات ريل تايم شات مثلا هل محتاج تبعث ايميلات للناس زي اي حاجة متوقعا للناس اللي هتدخل عليه قد ايه فكل دي اسئلة عشان تفيدنا احنا بعدين هنمسك بقى خامس نقط هم اللي حيحددولنا الموقع ده حيتصعر عليها الكامل اول نقطة لو انت لسه مبتدق شوية ويفضل ما تتفقش معايا على سعر نهائي طيب هتعمل عشان تحدد موضوع السعر ده هتحدد سعر ساعة لنفسك وتقوله ان احنا هنشتغل بنظام الدفعات هو ممكن ما يعجبش بالعرض ده اوي مع انه هو هيكون موفر ليه اكدر طيب هنمشي نظام السعاد ده ازاي هتمشيها ان الساعة بتاعتك ما بين ميتين جنيه وتلتمية جنيه عايز تنزل لمية وخمسين لو انت لسه في مرحلة التعليم او كده مفيش اي مشكلة فيبقى الصعب تاعتنا هنقدر نقول ما بين المية وخمسين جنيه وتلتمية جنيه ده للساعة الوحدة شوال انت بقى وضميرك والاخر يعني ان هو انت لفتحدد السعر ده او اللي هو ياخده كل اسبوع يدولك كل اسبوع او الكلام ده عامل ازاي بظهر طيب لو انت متمكن شوية من المجان ساعتها هتقدر تقول ان الموقع زي ده ياخد مني اسبوعين اسبوعين وكل يوم هشتغل مسلا ثمان ساعات عليه فبقى تضرب الثمان ساعات في خمستاشر يوم وطبعا تضربهم الاتنين او الناتج بتاعهم في سعر الساعة اللي انت محدده بقى ماتين جنيه امتين وخمسين تلتمية جنيه فحتعرف ساعتها تكلفة المشروع ده كامل يبقى ده اول نقطة وطبعا على اساس التفاصيل اللي احنا قلناها يعني هل انت عارف الريال تايم شات مثلا بتعمل ازاي هل عارف بالايميل بتتعامل ازاي هل عارف مسلا السور والفيديوهات بتترفع ازاي وازاي تعمل عليها كنترول والكلام ده على حسب اللي هو طلبه هل فيه في دماغك حجم المتوقع عن الداتابيز مسلا فكل الحاجات دي هتحدد عدد الساعة اللي هتشتغل بيها ويبقى احنا كده غطينا النقطة الاولى وبدأنا نتحدد شكل التكلفة عامل ازاي فيه عامل تانية ممكن تزود شوية عن الساعة وفيه عامل تانية هتقلل شوية كمال تاني نقطة معنا وهي وكملها للنقطة الاولى وهي تحديد متطلبات النظام يعني النظام ده هيكلفك وقت انك تتعلم ايه اي مسلا او تجيب شخص تاني معك يكون ايه اي برضو هل حاجم محتاج حد يكون موبايل ابليكيشن لو هو طالب ويب وموبايل مسلا او انت شغال موبايل ومحتاج حد يكون ويب ويعمل لك ايه 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 الدنيا فدي حاجة طيب الفرونت انت حيمشي زي هالكل وفروم سكاتش ولا هتحتاج مسلا الفرونت يكون من حد تاني او حاجة يكون اوالب جهزة وحتعدل عليها تعملها كل الحاجات دي هتحط في حسابك التكلفة بتاعتها والنقايب دورها لو مش هتشتري وحتجيب حد يعمل لك حاجة حتدفع زيادة او حتكلف العميل زيادة لو انت موبايل وعايز حد ويب لفس الكلام هتزود في التكلفة لو انت ويب وحتشاغل حد موبايل عن العكس برضو هتزود فيه التكلفة فكل الحاجات دي عامل برضو حيزود ويقلم في التكلفة وممكن تشوف ده الاول وترجع بالسعر مجموعة طبعا وعايز نسبة شوف زبطها انت معنا تلات نقطة ولازم تكون صريح فيها مع العميل من الاول وهي حساب الاستضافة الهوستنج والدومين الاستضافة والنطاق او الدومين بتاعك لازم تكون لحدد له ان الحاجة زي دي هو اللي حيتكلف بيها مسلا او هو اللي حيدفع تمامها ولا هي عليك انت اول سنة واصلا فلازم تبقى نقطة زي دي واضحة وانت بنفسك على اساس تحديد متطلبات النزال تحدد الهوست والدومين الدومين طبعا ثابت هو بقى عايزو دوت كوم عايزو دوت نت دي ترجع له لكن الهوستنج انت اللي حتحدده انه هو محتاج فيه فيديوهات كتير محتاج ايه بالضبط فايه المتطلبات اللي تخليه يرفع السيستم بامان وما حصلش اي مشاكل او وبعد كده تختار الشركة اللي تكون اامنة ما فيهاش اي مشاكل يعني او حاجة زي كده ربع نقطة هتزود التكلفة وممكن تزود لغاية عشرين في الماء من التابع اللي انت محدده هي حتة انه هل هو اوبن سورس ولا لا حتى هقول لك اصلا ازاي في بي ايتش بي غاية كلها اوبن سورس هي كلها انت بتشوف الكود عشان ترانو يعني هي انتربريتر كمان فانت مش هتعملها او تحاولها ملف اي اي اكس اي وتدهانو في الاخر او حاجة زي كده في طبعا لغات كتير اوبن سورس ففي الحالة دي احنا هنتكلم هنا هتربطنا بالنقطة التالتة اللي هي بتاعة الهوستنج والدومين لو الهوستنج يعنيك فانت حر رايز تديله او ما تدلهوش لكن لو الهوست عنده هو هتقول له انك هتتحمل تكلفة انك هتاخد السورس كود عندك لانه اللي طبعا هيبقى له من الايميل بتاعه يقدر يأكسس الكود فدي هترفع تكلفة زي نقطك ما بين خمستاشر وعشرين في الماء عشان انت كده بتبال وانكود بتاعك يقدر يعدل به مع حد غريم بعد كده خمس نقطة هتتكلم معي فيها وهي اخر نقطة بتحدد سعر الموقع بتاعك وهي حتة الصيانة والتحديثات هل التحديثات هتكون عليك انت الفترة معينة ولا من اول قضيت لا هو هيدفع بعد كده اي فكرة طرقات في الماء وغير اللي هتتفق عليها في الاعداء الاولى او في المقابلة الاولى لو عايزت تقول لب كلمة مقابلة فحتمشي ازاي وكمان الصيانة افريد انت فيه عندك ويعني مش لذيذة خلص انك تطلع بنز حتى من اول ريليس لنكم مع الوقت بقى في الابديتس وكده لكن من اول ريليس تطلع له بنز وتكون كبيرة او خطيرة دي مش مقبولة اصلا لكن لو حاجة خفيفة او حاجة هو حد لاحظها حاجة تقيلة في النظام بتاع هل دي برضو عليك ولا لأ من الاول ودي يفضل انك تيدي له مسلا من ست شهور لسنة كصيانة مجانية تعتبر في اي حاجة تطلع في النظام الابديتس تكون عليه دي حاجة برضو افتياري لي وبردو انت حتكون مكلفه تماما السيانة ويفضل لو هو سيستم كبير تقوله بعد كده السيانة سنوية واسلا الفين جنيه او تلات تلاف جنيه وهكذا فدي السيانة تكون سنوية انك بتراجع على بتراجع على فيه حصل فيه فيه اي مشاكل في السيستم بتبدأ تحله وكده نكون قدرنا يعني شفت ان الاول قلتك السيستم بتاع العقاري ده ازاي اتفق معاه اسأله في اسئلة شكلها ايه وعلى اساسها حقاية ما انا حشتغل في الحاجة دي كم ساعة وايه اطلع في الاخر ناتب. مثال زي اللي احنا قلناها على الكارماب انا شايفه كتكلفة انتاج ممكن يتكلف ما بين. خمسين قلش لغاية سبعين الف تقريبة. كله بالجينة المصري. عايز تحاوله بعد كده لعملتك انت ما فيش اي مشكلة. فدي السعر التكلفة الانتاجية فقط. لكن لو هترفعه على هستو دومين. هتبدأ باول اللي هتكون نفاك حوالي مية دولار في السنة الاولى. بعد كده على حسب عدد الناس اللي هيدخلو. اه لو دخل كتير قبل السنة هتضطر ترفع لانها ما تنساش ليه سور كتير سور العقارات. فهي دي هتزود شوية الباند وتسمعيك بعد كده. وبس ده كان فيديو اللي ارضى كده اللازيز المفيد يعني مش محبيتش اطول قوي عليكم. وانا من الفيديو يكون عجبكم وقفتكم لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك وما تنساش تشوف الحلقات والحكاية والكورسات اللي فات تستانى الحلقات والحكاية والكورسات اللي جاة وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان متبقاش من الهواي.